موسيقى أهلا وسهلا بكم بحلقة جديدة من حلقاتنا بسحتين وهنا وطبعا اليوم زي ما انتو عم بتشوفونا دايما نطلع لكم بأفكار حلوة وخيرنا لكم هيك شوي الموسيقى لأجواء هيك شوي اتصحصحكم أكتر بعرف انه هلا الطقس رجع مرة تانية بتحسوا انه دخلنا هلا بفصل الشتاء ولكن طبعا احنا اليوم اكيد بوصفاتنا رح ندفيكم واكيد طبعا بدردشتنا معاكم بجوائزنا للكم كمان رح بتكون مميزة وكتيرة بما انه احنا طبعا ملكون موجودين معاكم مباشرة على الهوى على صفحاتنا بالسوشال ميديا عمان تيفي كتشر وعمان تيفي اوفيشل لازم اتشاركونا من خلال تعليقاتكم واكيد طبعا من خلال كمان الشيرز عشان تقدروا تربحوا معانا كتير من الجواز هلا هذا جزء الجزء اللي بدنا يدفينا بالأكلات مع النوشة اهلا تمارا يعني ان شاء الله هيك مع الجواء الخير اجواء المطر والشتاء ان شاء الله اللي بتكون خير علينا جميعا هيك اخترت لكم اليوم موصفات خفيفة لذيذة بس شوي غريبة فرح نعمل اليوم رلات لازانيا هاي لا فيها لا لحمة ولا جاج رح تشوفوها بالأجبان بالسبانخ بطريقة كتير كتير حلوة واستغلت وجود الباستا الزاكية اللي عنا اللي هي من شركة المطاحن الكويتية كتير بحبها الصراحة كتير كتير بحبها فرح تشوفوا كيف رح نعملها عشان نعمل تنوع شوي بسفرتنا وبطريقة اقتصادية بس منوع زاكية صح وعملي كمان معاكم بما انه معانا اسماك عنا سيفود ميكس اللي عندهم فانا عملتلكم فيها اشي كتير زاكي اللي هي سوك بتعرفوا قدي الجسم بحاجة لليود من فترة للثانية وبحاجة للأوميغا ثري فشركة اسماك لانها موفرت لنا سيفود ميكس نقدر نعمل منه سلطات اي اشي بمتناول جميع فاليوم رح نعمل شوي طلعا التقليدي ونعمل سيفود سوب وكمان رح عملكم ترايفل بالفواكه وبالمنقا كتير طيبة كمان اشي هيك بارد بما انه بارح عملتوا اشياء شرقية وعملتوا اشياء كمان شرقية فاليوم عملين لكم برضو تنوع عاملينها اليوم باشي تاني يعني ترايفل بتشوفوها يعني اليوم الوصفات زي ما انتو عم بتشوفوا كتير رح بتكون مميزة وغريبة وطبعا يعني بتقدر انه كمان اي ست بيت تعملها بكل بساطة طبعا اليوم مثل العادة لازم نبلش معاكم بجوائزنا ولازم اذكركم انه رح يكون في معانا 25 بطاقة اللوتو بالاضافة لباكيج من منتجات ولا للعناية بالشعر وطبعا ما تنسوا ان المنتجات ولا طبعا غنية عن التعريف وهي من ايام زمان واحنا منتعامل معاها ورجعت طبعا بوكالة حصرية هون في الاردن مع بيوتي كود واكيد زي ما انتو كمان بتعرفوا انا بالنسبة لايلي ما بحط على شعراتي الا منتجات ولا بالنسبة كمان للجائزة الثانية رح تكون موبايل من سيل باي بالاضافة رح يكون في معانا قسيمة بقيمة 50 دينار من عند ديرما جلو وكمان رح يكون في عنا قسيمة بقيمة 50 دينار من عند جينغوز جنغل اللي هو موجود بالسيتي مول بالطابق الثالث وحيكون في عنا عدسات بيلا كلياتنا هنا عم نختار العدسات اللي بدنا اياها عشان تشكونا باطلالة مختلفة حيكون عنا كمان مجموعة من ابهارات الهاون طبعا اللي انتو صرتو حافظينها موجودة معانا بالبرنامج منتجات سيليا حكيت عنها كتير مبارح اللي هو طبعا منتج سعودي بصناعة اردنية وكمان رح يكون في عنا مطعم بوراك رح يكون في طبعا وجبة فطور او سحور لشخصين بتقدروا تستفيدوا منهم طبعا اكلاتهم المميزة اللي هي بتكون طبعا شرقية كمان في عندهم اطباق هيك مميزة جدا تركية منحبها ومنسافر كرمالهم اليوم بوراك صار موجودة عنا بشارع المطار بكل بساطة بتقدروا تنبسطوا بيخيمتهم على الفطور او حتى على السحور فمتل ما انتو كمان عارفين اليوم السبانخ اشي كتير ضروري يكون موجود معانا فكنت عم بسأل هاني بقولها هاني انا كتير بحب اكلات السبانخ ما بعرف اتصرف فيهم لأ هلأ صاروا سهلين هلأ بلاقي الواحد ممكن تلاقي باكتس بالمحلات الخضار مقطعة نظيفة يعني عدة ماركات موجودة بالسوق فأكيد صار اشي سهل السبانخ من الاشياء اللي كتير مهم كمان اننا ندخلها بوجباتنا لانها هي غنية بالحديد غنية بفيتامين سي لانه لما بدنا نعد اي طبق للإفطار انه يكون غني بالمواد المفيدة حلو هلأ احنا ابلش فيها ابل من بي بدنا نطلع بالوصفة اوكي مستعجلني مستعجلني انا تتخلص الاكلة يلا على الوصفة موسيقى رولات اللازانيا بالسبانخ والاجبان رح تحتاجه لطبقة الصلصة زيت زيتون ورزبدة المراعي ولبصل مفروم لبودرة توم من بهارات الهاون بالاضافة للبندورة معلبة من مكسيمز ملح مكسيمز تواب الإيطالية من الهاون ثوم وبقدونس من الهاون موسيقى كمان بالنسبة للحشوة رح تحتاجه لطبقة اكواب سبانخ مقطعة لـ 200 جرام جبنة الموزاريلا من المراعي ولـ 200 جرام جبنة كشكوان لـ معلقتين كبار جبنة دهن من المراعي ولـ معلقتين كبار جبنة البرمزان ورشة فلفل أسود من الهاون وللوجه جبنة موزاريلا المراعي طبعاً أنت اليوم الباستا اخترتها هيك كمان زيك زاك لأنه حتى شكلها عم بيكون كتير حلو هلأ إذا بتشوفوه هون كتير لذيذة اللي هي هيك هي الوحيدة على فكرة اللي موجودة بالسوق اللي هي هيك طولها وعليها الزيك زاك وبحبها يعني صراحة دائماً كنت أفتش عليها طبعاً هي متوفرة بكل الهايبر ماركت وبالمؤسسات الاستهلاكية كمان موجودة فبتلاقوها كتير كتير طيبة وكتير حلو إنها طويلة بتساعدكم إنه تعملوا فيها الرولز وتعملوا فيها حتى اللزانيا العادية أنا سلقتها سلق خفيف هي طبعاً من شركة المطاحن الكويتية حطيت عندي صنية حطيتها على النار فيها مي مغلية ورشة ملح وشوية زيت وصورت أنزلهم واحدة واحدة بقلبها ولحد ما تستوي يعني مش واحدة واحدة تنتين تنتين إذا خبير الصنية وبعدين بقيمها وبغسلها بمي باردة وبحطها حتى أبدأ أستعد أشتغل فيها حلو طبعاً هلأ زي ما أنتو عم بتشوفوا معانا اليوم إحنا منتجات الياسوفي اللي أنتو صبتوا طبعاً صرتوا أكيد حافظينها بأنه اليوم إحنا ثامن يوم من شهر رمضان المبارك ومنتجات الياسوفي عم نحكي تحت اسمها في عنا زي ما أنتو عم بتشوفوا المعكرونة اللي كمان عم تختار منهم اليوم هانية إنها تعمل فيها وصفة اللزانيا بالسبانخ وكمان زي ما أنتو عم بتشوفوا الفوتوتشيني كمان مثل ما أنتو كمان عادرين تشوفوا البنة وكمان الأصداف وغيرها من الأفكار كمان من تحت اسم الياسوفي في عنا شاي الوزة المميز اللي فيه كمان نكهات مختلفة حتى حجمه كتير حلو وفي الشاي الأخضر هاي بما أنه هلا برمضان الكل بحتاج بعد الفطور وأكيد طبعاً ما رح ننسى منتجات الهاون اللي هم طبعاً موجودين كمان تحت اسم الياسوفي اللي هم البهارات اللي هلا أهانية كمان اخترتي من عندهم مجموعة مجموعة كتير كبيرة صراحة كيفت عليهم بهارات الهاون إنهم موجودين معانا ببرنامجنا في عندهم تشكيلة كتير كبيرة من البهارات أي بهار بخطر عبالكم حتى الناس اللي ما بتحب مثلاً التوم والبصل في عندهم بودرة التوم بودرة البصل عندهم البصل المنشف عندهم كمان يعني أنا أيش عماله بخطر عبالي بلاقي في الليمون مع الفلفل الأسود في التوابل الإيطالية هلأ رح تشوفوا كيف رح نستعملهم إحنا عنا هلأ بالوصفتنا هلأ وصفتنا اللي رح أعملها هلأ أنا وياكم رح تكون عبارة عن رولات بيتزا فهي فيها طبقة الصلصة الطماطم وفيها طبقة اللازانيا الرولز ورح نرجع الصلصة الطماطم نحط فيها منها من فوق طبعاً هلأ اللي رح أعمله رح أبدأ أحضر صلصة الطماطم اللي عنا اللي رح أحطها بالجاط اللي رح يدخل على الفرن ومبسطت إنه في عندي هادي من مكسيم اللي هي البندورة المأشورة طيب هلأ مكسيمز رح نحكي عنهم كتير هانية وعن منتجاتهم المنوعة لأنه مكسيمز أكيد اسم يعني بنسينا الدنيا كله لأنه هو عنده إيانا بالدنيا بس رح نطلع بالفاصل أول هنوشة يلا أنا قليت هون البصل رح نزل عليه البندورة بالفاصل هلأ أكملت إليتهم؟ اللي إلها الغطاء اللي بتحتفزوا فيها بالحرارة وطبعا زي ما أنتو عم بتشوفوا في إلها أكتر من مقاس في عنا كمان الكياس النالون اللي عندهم اللي إلها برضو زي سحابوا بيتسكر عشان تقدروا كمان تخزنوا فيه أو تعملوا فيه لفروزن ما تنسوا كمان إنه في عنا ورق المشمع اللي برضو منستفيد منه كتير بشهر رمضان المبارك والنايلون الشفاف اللي منغط فيه أكلاتنا وزي ما أنتو عم بتشوفوا في عنا كمان الأصدير وغيرها من الأشياء الديسبوزبل من الكوبيات الصغيرة خاصة تبعون القهوة وكمان الأشياء الصغيرة اللي ممكن نعمل فيها مثل الكوب كيكس اللي إشي التاني أنا مش عارف شو اسمو بس هانيا موفينز؟ موفينز مش عارف شو بتسموهم تريفل أشياء هيكة لزيزة للأشياء البايتز وبالإضافة زي ما أنتو عم بتشوفوا الجلوبز جابولك أي سايز اليوم؟ اليوم الفناي للارج برضو برضو لارج والله يا جماعة إيدي إنها ميديم اتخني هانيا رح أحاول عشان أصدر عنه ليه أتخن خلص ما عندهم حبيبتي هم عندهم ميديم وعندهم التانيين الباودر فري وعندهم اللاتيكس عندهم كتير كتير أشكال منهم طيب هي أنا اليوم رح ألبس هدول عشان هلأ نبدأ نشتغل أوكي هيخليها هون هلأ نرجع للازانيا الرولز اللي كنا عم نعملها زي ما حكينا هلأ في عنا تحت طبقة بندورة رح تكون هيك إيطالية لازم تكون فأنا مستعملة مكسيمز زي ما حكينا قبل الفاصل اللي هي فيها البندورة المأشورة الإيطالية الطويلة فهي حطيتها قطعتها وقلبتها هون مع زيت زيتون وكمان بصل وهلأ رح أستعمل البهارات اللي عندي عشان أنكيها أكتر حتى أعطيها طعم الزاكي معنا هي حتى لحالها زاكي على فكرة طيب هاي رح نحط عليها هون في عندي بهارات التوم المطحون هاي هيك زي ما حكينا لأي حدا بده اشي هيك سريع الست اللي عمالها بتشتغل على سرعة وبتكون طعمته أصلا ركزة أكتر رح أحط عليه كمان فلفل أسود عفوا رح أحطه التوابل الإيطالية إحنا كل البهارات اللي عم باستعملهم هون هم من الهاون فهي استعملت أول إشي البودر التوم المطحون وهلأ التوابل الإيطالية يلي بكون فيها أصلا ريحان وبكون فيها أوريغانو بكون فيها مجموعة من التوابل الإيطالية كمان عجبني عندهم يا تمارة هي هاي حبيت المقاس الصغير اه في عندهم منها مقاس صغير وحلو هذا يعني تقدروا حتى تحطوه على الطاولة لما بتكون تعملوا باستا اللي بحبي يرجع يرش على وجه الباستا شكلها كتير أنيق تقدروا تحطوها على الطاولة وتستعملوها فهي في هاي وفي عندي هون منها الأوريغانو هاي رح نحط أوريغانو يعني رح أعزز طعمة التوابل الإيطالية فيها وفي عندهم إشي كتير زاكي اللي هوتوم وبقدونس هاي برضو رح أحط منه رشة صغيرة مع زيت الزيتون هاي أخضت النكهة كاملة وبعدين أش رح أحط لها ملح من ماكسيمز من ماكسيمز طيب هانيا بس بدنا جوف اكثر تهاجة هاي عندي اوكي أنا رح أستغل الوقت شوي أحكي عن مجموعة من يلي عم بشاركونا عشان زي ما قولت دائما قد ما بتشاركونا بطريقة طبعا بسيطة جدا على السوشال ميديا بس إنكم تبعتو لنا تعليقاتكم وأكيد طبعا تشيرو لنا الحلقة بتقدروا تربحوا معنا مجموعة كتير كبيرة من الجوائز المنوعة في عنا راما أهلا وسهلا فيكي في فرح في رنا في أم عادل النمري في عنا كمان سلوة رنيم إيمان دينا ميسون كمان من هبا عم بحاول أشوف الأسماء كلها هانية هنادي آلاء وفاء تيمة فريدة إن شاء الله يا ربي كل أياتكم تكونوا اليوم محظوظين وتقدروا تربحوا معنا لأنه كتير سهل طريقة الربح بس زي ما حكنا لكم بدكم تكتفوا المشاركة حلو الصراحة طيب هلأ أنا رح أعمل هون عندي الخلطة السبانخ مع الأجبان هلأ السبانخ بتجيبوه هلأ وقته كمان موجوده وبالشتاء أكثر إشي بكون موجود السبانخ فإما بتجيبوه المقطع وانتو بتجيبوه الربطة وبتنقوها اللي بدكم إياه هاي هم هلأ حطيت هون عندي زبدة رح أحط عليها كمان شوية زيتاتون هاي ها ورح أنزل عليها السبانغة السبانخات أيوه بس رح أدبلهم تدبيلة خفيفة مش كتير هلأ هي نكتها كتير طيبة لأنها فيها سبانخ وفيها تشكيلة من الأجبان فهي هم هلأ رح نحط يعني ما نضابط طيب هانيا أنا هيك بدي أحكي لهم كمان أكيد للي بيتابعونا يبقى أنه دائما هيك بنحب نذكرهم بكل الرعاة اللي موجودين معانا بالبرنامج اليوم إحنا ما رح نعمل إشي بالجاج صح؟ لا اليوم ما فيه بس ما بقدر ما أحكي عن منتجات الوادي طبعا أكيد يعني صراحة مونة بالبيت لازم تكون متوفرة سواء برمضان أو بغير رمضان لأنه اليوم في عنا تشكيل من المنتجات المختلفة كمان بشهر رمضان المبارك في عنا ما يميز منتجات الوادي غير عن الجاج اللي عندهم طبعا المفرز بأشكال مختلفة في عنا كمان السنبوسك وفي عنا البيتزا وفي عنا كمان السلامي وفي عنا الديك الحبش وفي عنا كتير أشياء من الكولد كوتس من منتجات الوادي بتلاقوها بكل بساطة بالسوبر ماركت والهايبر ماركت وكمان بالمؤسسات الاستهلاكية والمدنية والعسكرية وبكل بساطة بتقدروا تحصلوا على المنتجات ببساطة منتج أردني مميز عن جد منوع وسفرتك أسهل أكيد مع الوادي أنا اليوم كنت بدي أحكي إشي إضافة أولي أنه هاي الوصفة نفسها اليوم خطر عبالي قلت لو بدي أعملها بدجاج نقدر نعملها بتجيبوا الوادي ممكن تعملوها تكون شوي هيك كريسبي الطولو الجاج الزنجر حطوه بالأير فراير بعدين بس يطلع قطعوا مكعبات زي ما عملنا هذي كل مرة مع اللي بروكلي وبتقدروا تضيفوا لها الحشوة اللي أنا هلأ بدي أحلو يعني هي عنجت زي ما حكيت هي مونة حلوة تكون موجودة بالفريزر عندكم إنت ما لزمكم أي أكل تضيفوا عليها الدجاج تقدروا تقيموها سواء على سلطة سواء على باستا على كتير أشياء حلو طب هلأ لرولات اللازانيا أنا هون قطعت حطيت السبانخ اللبتهم مع شوية زبدة وزيت زيتون رح أحط له رشة صغيرة من الملح بكفي ونحط كمان طوابل إيطالية عليه هاي وهلأ رح نحط خليط الأجبان اللذيذ الزاكي يا سلام اللي رايق أوكي هاي هيك بس تدبيلة خفيفة يا جماعة ما تخلوهم إنه خلص هيك يدوبوا لأ بدي أياه يضل هيك أخضر وحلو شايفين ما أحلى لونه هاي رح نحطه هيك خلص بكفي رح نستعمل خليط من الأجبان اللي هي أنا مستعملة الأشوان من مراعي هايها اللي هي الفلفات أنا اليوم استعملت خليها تعطي هلأ هون ما في ما في نار أنا طافي الغاز عليهم رح نزل الأجبان ورح نزل عليها شوي من البارميجان شان تعطيها هيك رحمو الملوحة ورح نحط عليهم مودزريلة كمان وزي ما حكينا ما في غاز هلأ خلص أنا طافي الغاز بس اللهم إنه السبانيخ شوي يتدبل هلأ حبيتوا تعطوها نكهة زيادة تحطو لها كمان بودرة توم أو بودرة بصل برضه بصير هلأ الحلو كمان هانيا إنه اليوم إحنا عنا منتجات كمان المراعي يعني زي ما أنتو عم بتشوفوا اليوم استخدمت هانيا من منتجات المراعي أكتر من نوع جبنة وهذا الشي عم بعزز بالضبط هلأ مبارك وتعم بحكي عن القابل للدهن تحديدا كنت عم بقولهم لصحباتي بقيتمارا كتير صارين يحطوا بالبشاميل أو بالحشوات بقولهم عشان تتماسك صفنوا فيي هيك قلت لهم يلا هنا سأسكتوا قليلا عادي عندي معلومات على فكرة آآ آآ قوليهم خلص شو قدي إلنا إحنا صح؟ قدي إلي أصدك قدي إلك نعم ولا قدي إلي إحنا هاي خامس سنة أنا معاكم برمضان يعني الحمد لله طيب هلأ رح نحط هون زيت أكيد زيت كرم رح أحطه بالبايريكس اللي رح أدخله على الفرن فحطيت هلأ شوية من زيت الكرم بالبايريكس أوكي بحب الصراحة منه الكرم إنه فيه عدة أحجام بفش القلب الكبير والصغير والدرة والعباد الشمس طيب هلأ رح أخذ من الجبنة السائلة اليوم استعمالها غير فركزوا معاي رح نحط من جبنة الدهن اللي هي من المراعي رح أخذ منها معلقة أحطها على كل شريحة لزانيا يعني هاي هاي وهاي شوفنا اسكاها قديش هي غنية هاي ها وبعدها بتحط الحشو وسعا رح تعطي الطعمي على فكرة اليوم الوصفة ما فيها كريمة أنا رح أعتمد على الكريمة اللي موجودة بال فيها نفسها جبنة الدهن هاي هيك هيك بس أعطينا دقيقتين رعمي إسا سمحت يوم هلأ رح أخذ هذا الخليط اللي أنا عملته هون رح أخذ منه شوي هاي ها بتحشي فيهم رح أحشي فيهم الرولز يا سلام هاي الطريقة شايفين خليط من الأجبان مع مع السبانخ كتير زاكية زاكية الصراحة يعني هاي تعتبر إشي من المطبخ إيطالي وزي ما حكينا فيكم إنكم تضيفو لها إذا حبيتوا دجاج إذا حبيتوا تحطوا لها فطر بوضبط كمان معاها أكيد صح طبعا هون سعاد بتقولي تمارا يعني تمت المشاركة كمان بدأقول لا هيا إن شاء الله بتربحوا معانا أم محمد وريمة بقولولي إن شاء الله نربح اليوم معاكم جوائزكم دايما حلوة هبا الجمل إن شاء الله إن شاء الله بتربحوا عن جد معانا لأنه بتستاهلوا كمان قصاي أهلا وسهلا فيك وشريف أهلا وسهلا فيك ودلال أهلا وسهلا فيكي ودايما بحب أذكركم بأنه اليوم حتى من ضمن جوائزنا عم بتكون المنتجات اللي عم نستخدمها وهذا دليل كتير كبير على ثقتنا الكبيرة وعندش أحنا بنحب إنكم كمان إنتوا تجربوهم أكيد هلأ هاي رح ألفهم رلات اللزانيا حتى يصيروا عندي جهسين قبل ما أحطهم بالبايركس اسمعوا وصفة شايفين شو سهلة وسهلة ولذيذة آه رح أحط قبل يا تمارة نعمل الثالثة يلا دقيقة عشان يطلع شغلنا كامل من ركامل هنحط البندورة يصح آه رح أحط شوي من البندورة نص الكمية رح أحطها بالبايركس عندي هون يا سلام شوفوا قدي لونها حلو عن جد إنها بتشهي تمارة ما تكتري لنا كتير هانية آه ما بد كتير هايوا تطلعي ثلاثة محمد راف التمارة ما شاء الله خلص ميح ومرزوقة ومش عارفة مين سحباتك هدولة مرزوقة وفلكلك وهدولة هدول طبعاً البسس اللي عندي بره طيب هاي هاي رح نعط لك يوميك ثلاثة ها ها هلا أنا محض رجاط عندي تستمر والله تمارة خفت الدم يعني ها هاي هم ثلاثة طيب بس لا شوفوا والله إنها سهلة ولا لا الوصفة اسمعوا بتبايدوا الوجه إذا عازمين هيك أهلكم عازمين أصحابكم كتير فكرة حلوية صراحة أحب بيتها إذا في تفاصيل رح ناخدها أكتر خينا نطلع بعد الفاصل تقولي لنا عليها شو رأيك؟ إذا عن خبزها عشان تاخد حقها بالخبيز معنات رح نتلع معكم بالفاصل يلا انطلقوا على عمان تي في كتشن عمان تي في أوفيشل وشاركونا طبعاً رجعنا أكيد بالجزء الثاني من الحلقة وهي صارت الصينية تقريباً جاهزة فهيك بدنا نشوف أنك أنت قررت تغطيها بالبندورة صارت البندورة مظبوط هي هيك عشان يستووا مع بعض ويعطوكم طعمة هرافية بالله كيف شكلها؟ بشاهي الصراحة الصراحة ما تقولولي لوحة فنية والله صح؟ صح؟ صح اللي حلوة أنه أنا الباستة عندي شبه بستوية لأنني أنا سلقتها والأشياء اللي محطوطين في قلبها مستويين فمشان هيك ما رح تاخد كتير معنا وقت بالخبز يعني رح نحطها بفرن محمى مسبقاً حرارة 180 رح تعود لها تقريباً هيك شي ربع ساعة آه وبعدين رح أعبي وجهها إيش يا تمارا؟ جبنة الموزرلا نعم جبنة الموزرلا رح نحطها على الوش وبتطلع إشي بشهي على الآخر طيب هلا بسكتك كمان رح أحطها بعد شوي عشان ما تحمر كتير معنا يعني هلا إزاي هيك هي مش مستوية قدام نحطها بالفرن؟ قدي ده أنا نقص لها علامات أنا حكيت ما حكيت عم بدور على السبونسور اللي لازم هلا أحكي عنه استرنوا شوي ربع ساعة ربع ساعة ربع ساعة معلش أنا اليوم رح أعذرك عشان أنت اللي خطفوكي مني هم المتابعين يعني أدعاً بحاول أشوف لأنني بدي أرجع أذكرهم بالجوائس صراحة عشان أرجع أشجعهم قد ما بقدر هيهم إنكم فعلياً تقدروا تربحوا معانا بكل بساطة بس أنا صار عندي الجروبس كتيرة يلا عادي عادي ورح طلعتوني من الجروب ده أنا طلعتوني من الجروب طيب إحنا أنا رح أبدأ أحضر للناعمل السيفود سوب أوكي بس قبل ما نطلع على الوصف الثاني بدي أرجع أذكركم بجوائزنا لليوم حيكون في عنا 25 بطاقة لوتو وحيكون في عنا كمان باكيج مقدم من منتجات ولا للعناية بالشعر موبايل من عند سيل باي بالإضافة لقصيمة بقيمة 50 دينار من عندير مغلو وما تنسوا ب50 دينار كمان قصيمة لجنغوز جنغل تلعبوا مع أولادكم أو تلعبوهم كمان عدسات من بيلا ومجموعة من إبهارات الهاون بالإضافة لمنتجات سيليا طبعاً اللي أنتو عم بتشوفوها كمان عنا على الرف ومبارح حكينا عن منتجات من المنتجاتهم المميزة وأكيد طبعاً فطور أو سحور لشخصين من عند مطعم بوراك بطريق المطار حبيت سيليا الصراحة أنا مبارح إسمعي وشفت تبعت القهوة لا بجنن طب يلا منيح لا ما شفتها لسا بدي أجربها طيب هنوش رح أخد أنا هلأ الوصفة يلا أوكي يلا شربة تمار البحر التايلندية رح تحتاجوا لـ 250 جرام تمار البحر من أسماك بالإضافة لزيت زيتون ولما علقتين كبار زبدة المراعي لعود كرفس ولزنجبيل ولفلف الحار ولنص كوب جزر مفروم بالإضافة لكوب بندورة كرزية وكوب دورة من مكسيمز لما علقة كبيرة صلصة البندورة من مكسيمز وأكيد ملح من مكسيمز رح تحتاجوا كمان لفلفل أسود من بهارات الهاون ولفلفل حار مجروش من الهاون ولبابريكا من الهاون أوريغانو من الهاون وثلاث أكواء مرأ بالإضافة لحليب جوز الهند وشوية أوراق الكزبرة والبقدونس والشبرت طبعاً أنتو عم بتشوفوا اليوم أسماك اللي موجودين معانا هون من ضمن مجموعة مكسيمز بمنتجاتها المميزة اللي احنا عم نحكي بـ 28 سنة يعني اليوم احنا عم نقول بمنتج محلي 100% فعلياً هو كتير يعني منتجاته مميزة بالأفكار وكمان بالتنوع وبالأسعار وبتوفرها بالسوق الأردني والحلو أنه كمان بكل دولة موجود فيها أسماك طبعاً بتكون معبقة من نفس الدولة فزي ما أنتو شايفين طبعاً أشياء كثير مميزة عم بقدمونا إياها اليوم اختارت هانيا تستخدم أسماك مكس يعني ضربط كل العصفير بحجر واحد صح عشان في عندهم هم عندهم تشكيلة كتير كبيرة عندهم البيبي الشريمس اللي بكون صغير عندهم الكرابز عندهم الكلماري في عندهم بكت تانية محطوط فيها المكس كاملة بتكون فيها الكلماري والكرابز والبيبي الشريمس كل شيء والحلو أنه سعرها بمتناول لجميع فالصراحة لزيزة هلا أول شي زي ما تعودتوا علي أنا بحب داماً الشربات ينعملوا بالزبدة أكيد بزبدة المراعي أنا بستعملة بس في ناس ممكن تحط شي تاني آه آه زيت يمكن زيت ممكن نحطوا زيت ممكن يحطوا اللي بدهم إياه يعني بس أنا بحس الصراحة هي مع الزبدة أسكأ شي هلا وصفتنا اليوم فيها كرافز عشان الكرافز زاكي للسيفود سوب فأحط الكرافز فأطعه هيك برضو تعودتوا علي داماً محب أحط الكرافز بالشربات مع السيفود أه صراحةً مع السيفود زاكي فهي عمنا هول الكرافز هلا اليوم اللي بدنا نعطيهم إياك سر هانية آه إنه اليوم بتحب دايماً هانية تعزز أكيد الوصفات بمنتجات مميزة واليوم إحنا لازم نحكي عن الطير الدهبي اللي كمان اليوم فيه إنه مرأة الدجاج اللي دايماً منفرجيكم إياها اللي بيجي ببكيت وبكل بساطة بتقدروا إنكم تدعموا الوصفات تبعتكم شو مكانت تكون بتناسبكم جداً 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 لأنه صراحة منتجات الطير الدهبي دايماً بيكونوا يعني مرافقين لإلنا بشهر رمضان المبارك لأنه عن جد عندهم كل إشي مميز وكمان عندهم صار الجميد مكعبات أكيد ومناسب للي بديو يسافر لحداً بيقدر ينقلوا من محل لمحل هلا أنا هون قلبت عني أمش عارف اليوم من رواح القلي طيب بظلني عطس آه والله طيب هلا رح نحط عليها فلفل حار لأنها دايماً الأكلات التايلندية بكون فيها فلفل حار فهي هيك عشان نعملها اليوم على أصولها الصراحة صح فهي رح ناخد الفلفل الحار اللي عنا ورح أنزله على الكرافس اللي عم بتقلب هلا رح أنزل عليهم كمان هاي هدولا ما رح تستعملهم الزنجبيل الزنجبيل المقطع أنا بحب أقطع بهاي الطريقة هايو فرح أحطه عليهم صار عندي الكرافس الزنجبيل والفلفل الحار رح يتقلبوا مع بعض أوكي وبعدين رح أنزل عليهم الجذر هاي هيك حصي هيك بكثي كثير الجذر ما أطعى أنا إيندي سخية بالتقطيع لاحظت عدا أنا الجذر أكثر إشي بكرها إني أطعى آآ آآ بفرفة الروح لم تعملي طويل كمان طيب هلا حطناهم هيك مع بعض هلا إحنا بدنا ننكها إيش بتاخد نكهات هي ممكن تاخد عنا فلفل أسود مجروش من الهاوين كثير عجبني تمارا أنه في عندهم فلفل أسود مجروش وفي عندهم فلفل أسود مطحون يعني إذا على هوا أنتو كيت بدكم القوام تبعوه هادا اللي هلا أنا رح استعمله اللي هو المجروش بتكون طحنته خشنة أخشن أيوه صح هاي رح ناخد منه ونحط لنا رشة عليهم أوكي رشة خفيفة ورح أحط كمان عليهم شوية ملح حلو بس بدل فيه ما تكتلوا ملح عشان أعزبكم تستعملوا بديل مرأ السماك أو بديل مرأ الدجاج أو إش بكونوا حاسبين حساب الملح هلا هي هيك حركتهم مضبوط وبعدين رح ننزل عليهم البندورة الكرازية وضروري تكون كرازية يعني ما يعني اوكي إذا ما لقيتوا بتقدروا تستعملوا العادية بس الكرازية تتأحمش القشرة تبعتها وبيضل الجوز محفوظ جواتها وبتدوب يعني عم بعمل لكم إيها أنا على أصولها وبتدوب إيها هلا ممكن كمان أحط لها رشة توم وبقدونس يا الله الريحة بتشهد يعني شوفي زمان قداش كنا نتغلب بموضوع السماك ونقعد ندور وفي ناس ما بيعرفوا اليوم عن جد من تلاجة واحدة بتطلعوا من أسماك بتطلعوا كل اللي بالدكية ولا سمح الله لا سمح الله لقيتوا هداك اليوم في ضغط ومسلا مش موجود للشمس موجود الكلماري وهكي بدل ما تنفقسوا بتلاقوا لأ بنعمل لهم الكيس اللي هو بيكون أردي في ميكس موضوع أموركم تمام صح هلا أنا الميكس ما رح أحطهم هلا مش رح أقلبهم هلا بدي الخضرة لأنها الخضرة بتاخد وقت أكتر بالسلق بالتقلع يعني دياها تستوي أكتر لأنها تاخد وقت أكتر بالاستوة هلا هيك تقريبا هاي شايفين شايفين عنا بدأت الخضرة كلياتها تصير هيك تتبلق هايها حتى البندورة شايفين كيب تصير القشرة تبعتها هايها هاي هي الطريقة من طرق السي فود يعني في ناس بحطوا كريمة في ناس بعملوها على إدامها نحن نعملها مع كريمة جوز الهند عشان هي تايلندية رح أنزل الميكس عليهم معنا تشوف الفرقة التايلندي عن العادي التاي بكون فيه والله هي أسئلة اليوم من زكير هذا الجوع علامة علامة ماشاء الله هذا الجوع يا هانية الجوع هلا إيش بيفرق إنه إحنا منحط فيها كريمة جوز الهند منحط فيها زنجبيل منحط فيها كمان إيش بدنا نحط فيها كوزبرة هذا هو الفرق عن السي فود سوپ اللي عملناها عملنا قبل أكمل شهر يمكن صح بس كانت مختلفة طبعتي اليوم لا هي تايلندية طيب هانيا رح نطلع بالفاصل وبعد الفاصل بتطبيلنا إياها على الآخر بتكون عن جد الخضار أخذت وقتها وكل توابلها من الهاون مع السي فود ومنرجع مرة ثانية إحنا منروح ومنرجع إنتوا خليكم على الفيسبوك وشاركونا طبعا رح نرجع أكيد معاكم كمان مرة لوصفتنا طبعا اللي هي السي فود المكس من عند أسماك وأكيد طبعا اليوم رح تزيد حلاوة وزكاوة مع إيش؟ مع الدراء من مكسيم أكيد أكيد فرح أزيد لها هيني الدراء لشربتي عشان نعطيها قيمة غذائية أكتر يعني هلأ هي صار فيها السي فود صار في عندي فيها الدراء وعندي فيها الكرافس فهي صارت فيها هيك منوعة صراحة فهلأ رح أزيد الدراء عليها مع الجزر تخيلوا أنتو طعمة الدراء مع الجزر مع الكرافس مع الزنجبيل مع الفلفل صراحة وجبة هي أسمعوا أنا بعملها أحكي لكم الحقيقة بعملها على الفطور بشرب منها شوي بكون عاملة مثلا جمبها إشي زي صيادية أو إشي هيك بعدين اللي بزيد دمارة من صخنة للصحور على السحور مية بالمية كثير فهو أستعش الصلطة والشورة ببضل السحور أي وطعتي هيك بتعطي شبع بصراحة لزيزة هلأ البهارات اللي رح أضفلها رح أحط لها كمان رشة من الأوريغانو من الهاون ورح أحط فلفل أحمر مجروش متذكرين دائما كنت أقول لكم بحط على الوصفات فلفل أحمر مجروش اللي هو هاد بكون كأنه مجروش جرش يعني مش إنه باودر مطحون هاي رح أحط منه هذا كتير زاكي مع أي إشي ثمار البحر هاي حطت منه رشة ورح أحط رشة من البابريكا كمان البابريكا والليوم استعملت المدخنة يا سلام حليحة ما تكترو يعني سوري أنا عم بغلبتك أنا للمصور وثام الله يكون معك صراحة بس لأني معجوقة معجوقة عندي كل البهارات اللي بحبها لأنها هاي بدها هيك بهارات معينة ورح نحط رشة فلفل أسود صغيرة ورح نحط معاهم حتى يستبوا مرأ هلأ إذا قدرتوا تعملوا مرأ السمك بالبيت بكون ممتاز وهي عندكم الوصفة الصح 100% اللي هي بتجيبوا راس السمكة مع الحسك اللي تبعها من المحل اللي تجيبوا منه الأسماك تاخدوها وبتغلوها مع ماء مع شرحة ليمون مع ورق غار مع حبفل الأسود وكمشة بقدونس وخليهم يغلوا مع بعض مظبوط تحصلوا على أسكى مرأ سمك تقدروا تعملوا فيه السوب أما إذا فيه حدا بشتغل أو مو متوفر عنده تقدروا تستعملوا بديل المرأ من الدجاج أو تقدروا تحطوا فش سوس مع الماي اللي بتكميها يعني إيزي هلأ هايها تقريبا بدت تستوي رح أننزل عليها حليب جوز الهند وبتلاقوه على شكل كانز بالسوبر ماركت بسهولة طبعا بسهولة هذا يعني اليوم ما رح نحط كريمة رح نحط حليب جوز الهند أنا بدي أرجع أذكر يلي بتابعونا زي ما إنتوا عارفين طبعا بدي منكم تكثفوا مشاركتكم على الفيسبوك بالتعليقات وكمان بالشيرز عشان تقدروا تربحوا معنا بختام الحلقة ضل معنا فاصل واحد على فكرة عشان تقدروا تربحوا معنا بآخر البرنامج رح نطلع أسماء الرابحين بجوائسكم ودائما من قولكم اللي ما بربح اليوم بربح بكرة وبعده 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 فبدي منكم دائما تكونوا متحمسين معنا وحطت معلقة من التوميتو بيست أو رب البندورة من مكسيم حطت على السيفود قبل ما أضيف عليهم باقي الأشياء تمام هيك بتكون الوصفة صارت جاهزة صارت جاهزة هلا بس ضل إيش نحط عليها شبت لما أنها هي أشي بحري فهي أكيد أكيد بتحب الشبت فرح ننزل عليها الشبت بس يعني بتكون مقربة تخلص عشان ما بديها يغلي زيادة فهي حطت هون عندي الشبت ورح نحط شوي من الكزبرة كمان حتى تستوي معاهم وبنرجع بنحط بالآخر طبعا قبل ما نسكو بنرجع بنحط شوي منهم حتى يظلوا هيك خضر طيب رح نطلع معناته بالفاصل بتحب ناخد الوصفة قبل الفاصل رامي؟ لا ناخد الوصفة قبل الفاصل ترايفل الفواكه اللي مشكلة رح تحتاجوا لكوب كيك بالفانيلا من لوزين ولعصير الاناناس من المراعي لعلبة فكواكه مشكلة من مكسيم ولعلبة منجا من مكسيمز كمان لجلو اناناس من مكسيمز وكاسة مي سخنة بالإضافة لتنين كوب حليب المراعي ولمعلقتين كبار بودرة الكاسترد ولثلاث ملاعق كبيرة سكر وبكيث قشطة من ميلودي وللوزم حمص للفزين موسيقى طيب هتلعب الفاصل هانية يلا كنت بدي أحط الجبن على وجه اللازانيا روز بس خليها تغلي أكتر يلا تتسبك موسيقى 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 طبعا أهلا بآخر الحلقة منصير إيش هدا بوقع هدا كبروح هدا بيسافر هدا بينام هدا بيقوم يعني كل ياتنا إيش معجوقين خلطة عجقة عجقة من المللل شو ربنا نسكبها صحح؟ خليها شوي بس تاخد هيك آخر غلوة وخلص رح اسكبها رح أطول اللي بالفرن موسيقى حضرها عشان يكون ضايل علينا بس الحلو موسيقى عجقة عجقة بالضبط ها هي ها استوات وبتشحي حلو ها ها طيب هلا بس هانية بدأ أذكرهم أنه إحنا زي ما قلت لكم دقائق قليلة بتفصلنا عن أسماء الرابحين كثفوا مشاركتكم يا جماعة صح مظبوط وخ قلقت إيدي عن جد يلا هاي هيك سخنة 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 اسمع استنوا دقيقة بليزا سخنة يه 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 خلص طلع أيدي وخلي موسيقى سنة مبارح يا را قبصر شو صار معانا برضو اليوم برافو هانية بام إيدي كانت فالتا طلعت طلعت ايدي ما هي علقت شو عاملكم يعني بتصير طيب هلا بس رح نحط عليها المودزريلة ياسلها نقدر نرجع بعد ما نحط المودزرل عليها منقدر ان نرجع نحطها بالفرن حط الدوب عليها كتير اه منرجع منحطها بالفرن اه منقدر نكون اعملها لترايفل اه ومنقدر اذا كانت سخنة كتير فهي رح الدوب انا ما رح ارجعها على الفرن بعد ما هذا خلص مودزرل المراعي انا كتير بحبها الصراحة بحب انه في منها احجام في منها كبير ومفينها صغيرة وطيبة طيبة هنجد انها بتشهي وبتفشي القلب. ها بالضبط. فما بتخرب لا سمح الله. طيب معناته هلأ رح نحطها بالفرون ودخليها تسيح. انا بقول خليها عشان بدا نسكب باقي الأشياء. بدنا نعمل لترايفل لأنه بقي لنا دقيقتين هنوشة. بدك انا بسكب الشوربة وانتي بتعملي. يلا اوكي. في سحون الشوربة هنا. اه هاي هم كلهم نظم كلهم مرتب. طب يلا انتي بس زي ما بقولوا اهل السعودية واخري. مخيري خلييني اشتغل. احطي هون لو ممكن يصير مصيبة. لا لا احطي هون. هلأ الترايفل اللي رح نعملها هلأ انا وياكم. هي فكرة يعني حلو انه تستغلوا هيك الواحد يعمل اشياء على البساطة برمضان. اكيد كلنا منحب الحلو العربي. بس كمان ايام بكون بدنا مش عارفة وان اطلع هون. اوكي. اوكي. اكيد كلنا منحب الحلو العربي برمضان. بس بين فترة والتاني كمان بدنا اشي هيك ببرد على القلب. ففكرة اننا نعمل ترايفل بمكونات بسيطة كتير حلوة. مشان هيك احنا اليوم عنا اياهم مكوناتنا بسيطين. رح استعمل الفواكل معلبة من مكسيم. في عندهم المانجو في عندهم الاناناس وفي عندهم كمان الفواكل المشكلة. ورح استعمل فيهم كمان كوب كيك من لزين المراعي. برضو رح يوفر علي احسن ما اروح مثلا اشتري بسكوت او انه كمان انا اقعد بالبيت اعمل كيك وكذا. لا هاي ها فكرة كتير منيحة من لزين المراعي. رح اخذ هدول الكيكات وقطعهم. هلا انا اليوم عملتلكم اياهم على شكل كاسات. بس طبعا فيكم تعملوهم على شكل كب كب كبيرة للتراسل. تعملو الموقف كبيرة للتراسل. هيا رح نحط هاي هيك ورح نعمل طبقة من الكاسترد او تمارا مش قادرة وخرية تمارا. استني يا أمي أبغى يخلص بس منتصر حقه لازم تيجي تحط إشي أخضر تحط إشي أحمر لازم هي هيك لا هيك أصولها تركتك بالترايفل أنا تركتك بالترايفل لحظة يا دانا لحظة يا دانا عشقتوني بالمطبخ هاي عشقت قبل الفطورة رفتوها بس شفتي ما أحلى شكل البندورة الكرزية تمارا صراحة نقوم كتير حلوة طيب شو ناخد أس بدنا نخلص مع هاني عشان أخد أسماء الرابحين يلا أوكي هلأ إحنا رح نعمل طبقة هلأ للترايفل الفواكه أول إشي رح نعمله اللي هو الكاسترد الكاسترد طبعا رح أستعمل في حليب المراعي وأنا اليوم استعملت اللوفات كل كاسة حليب من الحليب السائل رح تحتاج لمعلقة من الكاسترد ومعلقة الكاسترد اللي هي البودرة طبعا ومعلقة من السكر بالآخر بس أخلص الكاسترد رح أخلي الطعم يصير عندي سميك أكتر وفي قوام هيكة يعني فيها دسامة دسامة أكتر رح تلكمة من اسمي فهي رح نحط فيها ميلودي اللي هي إشطة ميلودي رح أحطها عليها عشان تعطي الدسامة المطلوبة فأول شي رح نحط الحليب أوكي يعني هدول نقول تقريبا أثنين كوب رح أحط عليهم معلقتين من الكاسترد وزي ما حكينا فيكم الضعف والكميين إذا حطين ثلاثة بتلاتة حليب ثلاثة كاسترد هاي والسكر ورح نحركهم على النار لحد ما يغلوا حلو هاي هي رح تكون عندي طبقة الكاسترد هلا مشربتها آخر إشي بس أحكي رح أشربها بعصير الأناناس من فارمر سيلكت لأنه كتير طيب يعني شربوا الكيك فيه بطلع كتير طيب رح أشرب الكيك بالعصير ونرجع نعمل الكاسترد وأنا بكون أخدت أسماء الراب الحين أكيد يلا روى الجندي ألف مبروك لإلك ربحت معنا製 من ولا بالإضافة إلى تيمة البوريني ألف مبروك لإلك ربحت معنا من ديرج موقلو وكمان لنايا صابر ربحت معنا من جينغو جنغل كمان ألف مبروك لدانا حسني ربحت معنا من عدسات بيلا كمان صلاح نجادات ألف مبروك لإلك ربحت معنا من سلبي مجموعة بهارات الهاون ربحت معانا ميسون الدبغي هيا أبو سلقان ربحتي معانا من منتجات سيليا كمان ريهام قندين ربحتي معانا من مطعم بوراك وبالإضافة لسلوى القرعة ربحتي معانا 25 بطاقة لوتو طبعا هيك إحنا أكيد ربحناكم من جوائزنا المميزين وبكرة أكيد رح يكون في حلقة جديدة وتربحوا كمان جوائز مميزة ووصفات رح بتكون بتشاهي هانيا وين وصلنا بالوصفة وصلنا بالكاسترد أنا عم بحركه بس لأنه الغاز وستناغلة بجمد رح يجمد بعدين رح أخذ عصير الأناناس من فارمج سيليكت طبعا الأناناس هذا كلكم تعرفوا إنه من إسبانيا من مزارع بإسبانيا فيها الأناناس لازم نرجح شوي قبل ما نستعمله تمام وهي كمان تعرفوا كلياتكم إنها هي طبيعية وخالية من المواد الحافظة رح أحطها رح أشرب فيها الكوب كيك اللي عندنا عشان هيك يصير طريق وزاكي ويأخذ نكهة أطيب وأطيب أوكي وبعدين بتحط عليها الكاسترد بعدين رح نحط عليها الكاسترد أوكي إذا بده وقت خليه بس خبري نياح بس رح أخبركم بس وبعدين رح أحط عليهم سلايسز المانجا طيب وهيك بيكون ترايفل المانجا بس بدي أورجيكم إياه المانجو دقيقة طبعا شرايح بتشهي بتشهي دقيقة بس دقيقة وحدة رامي بس عشان أورجيهم إياه لأنه عنجد إنه بشهيه تمام يعني هون إذا المانجو بتقدروا تلقطوها هاي هاني طلعت لكم هاي شريحة المانجا من عند مكسيمز المعلب شايفين ما أحلاها حلو فرح أحطها هيك على الفواكه ورح أحط عليهم طبقة من الكاسترد بعدين رح أرجع أحط عليهم كمان مرة طبقة من شرائح المانجا ممكن تحطوها كاملة ممكن تقطعوها وممكن نفس الطريقة تعملوها مع الأنناس كمان كتير زاكية طيب إحنا هان ياسر لازم نختم أكي وأكيد لقائنا معاكم هون بخلص وأكيد بكرا إن شاء الله على ساعتينتين إلا بنكون معكم مباشرة على الهواء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة